محمد وبعد كده طبعا تم او كابتن حسام وضح ليه التصريحات دي قالها بخصوص مصطفى محمد كلام طبعا من خلال تصريحات كابتن حسام ان مصطفى محمد محتاج تطوير لسه حتى الان هو محتاج زيادة في التدريبات زيادة في بعض الامور الخاصة الفنية كرأس حربة لكن في الاخر اما نيجي نبص في الوقت الحالي كابتن حسام هو بيتكلم كمدير فني للمنتخب ان هو عنده عدد معين من المهاجمين بما فيهم كوكا مصطفى محمد مرون محسن الامور بالنسبة لهم بيتم التشاور مع الجهاز الفني مين هو اللي هيقود المنتخب طبعا كابتن حسام زيادة بقولكو لما طلع وقال بعد كده ان الامور بالنسبة للمصطفى محمد هو مش ده المقصود المقصود ان انا بحفز اللاعب المقصود ان انا اقول اللاعب محتاج ايه وده في شيء بالنسبة اللاعب صغير ده حاجة كويسة ومش معناه ان هو مش موجود معاه لكن في ارقام طبعا موجودة للمصطفى محمد انا بشوفها ارقام هيلة جدا بالنسبة لفرود ولعيب صغير جدا في الوقت الحالي يقدر يعني يزودها كمان وده حاجة انا بشوفها في مصطفى محمد يعني بالمقارنة بالفرودة اللي موجودين في الدوري المصر عشان اخد الارقام والمقارنات دي هروح لزمنا طيب او مش معنا طيب طيب زمنا خالد طلعت يمكن طبعا عامل بعض الارقام عن الفرودة في مصر بالاخص على مصطفى محمد لان انا اهمني انا بعيد عن اي انتماءات بعيد عن اي كلام ممكن الناس تقولوا انا ما بشوف فرود مميز لازم وصغير كمان في السنة مش بتكلم كمان فرود مثلا يكون مثلا سنه 25-26 سنة لا انا بتكلم على فرود مصر القادم هو مصطفى محمد ان انا ادي له نصايحات دي دي ادي له قوت الدفع من خلال طبعا التحفيز من خلال حاجات كتير جدا انا كواحد من الناس اللي ممكن لعدت في المركز ده ممكن ارفع سمعت التليفون على مصطفى اقول له مصطفى انت لازم تعمل 1-2-3-4 عشان تتطور من اداك بالاضافة طبعا لتدريباتك من خلال طبعا مدربك والمدير الفني اللي دايما بيبقى موجود عشان يطور لك اداك هو كمان لازم فكرة ان انا ماتش ابقى كويس ماتش ابقى وحش ماتش اجيب جون وماتش ما اجيبش جون دي جزء انا لازم اقولها المصطفى دي لازم تبقى مستواك ثابت على الاقل وبعد كده يرتفع لو انت طبعا زودت الامور دي مع نفسك لكن مصطفى واحد من اللعبين المميزين الارقام بتتحدث عنه من خلال طبعا الدور المصري على مدار الكام سنة اللي فاته طبعا هو لعف طنطا لعف الزمالك لعف طلاع الجيش وفي كل نادي كان بيسيب عدد من الاهداف المميز بالاضافة طبعا عندنا فراودة زي مروان زي عندنا يعني لعيبة كويسة احمد علي كل اللعيبة اللي ممكن باسم مرسي اللعيبة السنة دي والسنة اللي قبل كده كانوا بيتقلقوا وان كان مستوىهم بيبتعد بشكل كبير لكن بيرجعوا وبيفضلوا من اللعيبة المميزة طيب طيب عندنا تقرير عن